على رسول الله الامين وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد أنا إن شاء الله تبارك وتعالى عندي تعليق وأرجو أن يكون مختصرا مفيدا تحت عنوان طلب وقف الحلقات العلمية والتعليق يكون على الطلب الذي يقدم لإيقاف هذه الحلقات والمنابر العلمية وطبعا بحمد الله سبحانه وتعالى آخر الأخبار تفيد بأنه تنازل سيادة الوزير عن قرار إيقاف الحلقات والحلقات بفضل الله سبحانه وتعالى ستكون مستمرة ووضعوا لها ضوابط ونحن من أول يوم لسنا بمخالفين في قضية الضوابط التي تضعها الدولة أو المختصين في أمر الدعوة بما يكون فيه مصلحة وحماية للأمن وغير من المسائل نحن ما ضد وضع ضوابط إطلاقا من قبل الحكومة ولا إذا قررت الحكومة إيقاف الحلقات تماما نحن لسنا بضد قرارات الحكومة لكن في النهاية لما يكون القرار قرار يحفظ للناس يحفظ للناس أمر الدعوة وإقامة الحق والدعوة إلى العقيدة ومحاربة الباطل فهذا الذي يعجب ويسر عموما بعد ما طلّى سيادة الوزير الكلام بتاعه إنه الدعوة يطالب بوضع ضوابط معينة للعمل في الحلقات لكن الحلقات تستمر المهم ده كلام طيب نرجع موضع التعليقين في الطلب الذي قدم أولا لإيقاف الحلقات ومن هو مقدم الطلب اللي قدم الطلب حسب إفادة سيدة الوزير هما الصوفية قدموا طلب للحكومة بإيقاف الحلقات العلمية في الأسواد وهذه الحلقات يا أخواننا هي حلقات عامة يعمل الصوفية في المجال ده ويعمل أهل السنة اللي اتنين شغالين يعني أنت كصوفي لما أنت تقول وقفوا الحلقات طيب أنت برضو عندك حلقات شغالة في حلقات صوفية بتاع حميدة وبشرة بغادب هناك وحامد بابكر في السوق العربي في همتة وفي واحدين بهنا المهم حلقاتهم شغالة ونحن حلقاتنا برضو شغالة فقدموا طلب بإيقاف الجميع خذ بالك أولا يا أخواننا هذا الطلب مبني على ما فعل أسلافهم من زمان النوعيات دي بتعمل الشغل ده من بدري قدموا طلب لفرعون كلام ده قديم قدموا طلب لفرعون لما موسى عليه السلام ومن معه وإن كانوا قلة خذ بالك موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين كانوا قلة بشهادة فرعون قال إن هؤلاء لشرذيمة قليلون خذ بالك مع إنهم قلة لكن الشغل المشغالين كيف قال وإنهم لنا لغايظون داخد تحت خط وإنهم لنا لغايظون مع إنهم قلة لكن صوتهم قوي ماذا صوت الحق يا أخواننا دائما صوت الحق قوي وأصحاب كل على مر الدهور والأزمان منذ خلق الله الخليقة أهل الحق قلة ربنا سبحانه وتعالى قال وما آمن معه إلا قليل من زمان نوع عليه السلام ما آمن معه إلا قليل مع هذا قوي جدا صوتهم نوع عليه السلام لوحد يدعو قومه قال تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبس فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما قال إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا شب نوع عليه السلام مع إنه كان معه كله لكن كلامه كان مؤثر عليهم قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين لاحظت الحق أهل قلة وصوت النزب يحسبه خافد لكن الحق قوي قوي جدا فديل قدم طلب كما قدمه أعوان فرعون الملأ بتاع فرعون ربنا سبحانه وتعالى قال قالوا جماعة ديل قالوا أتذر موسى وقومه تخليهم يعني ففرعون قال الموضوط أنا في يدي ها قال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد قال ذروني أتذروني أقتل موسى أقتل ضروني أقتل موسى كذب ما بتقدر كويس فديل قدم له شكوى قالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبنائهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون موسى عليه السلام قال لقومه قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا سبحان الله القوة من الله لمن تستعين بأله بيجيك القوة ليه؟ قال استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله الأرض دمام مالك زول مهما على كعبه ومهما تكبر ومهما ترفع في الأرض الأرض دمام سيكزول قال إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين شكرا أخذ بالك الفن والأسلوب بتاع الشكوى للسلطان لذلك دي كتب الإمام محمد بن عبدالوهاب وديل الكتب بتاعته دي الآن الغايزة الواطة دي كلها الناس دي كلها مسخنة أي صوفي تدي كتاب محمد الوهاب كأنك أدته جمرة في يده دي عقرب دي كتاب كتاب مسائل الجاهلية محمد الوهاب قال من مسائل الجاهلية أنهم إذا غلبتهم الحجة فزعوا إلى السلطان طوال جاهر يشتكي وتعالوا الحقون في وهابي شغالين مجاين وهابي شعلين سلاح لا عندهم عكاكيز لا شغالين صواطير لا شغالين بيقولوا في شنو عندهم حلقة بمكرافون طيب انت يا صوفي ما عندك حلقة بمكرافون في شنو الصوفيتو كم والوهابي ده كم نحن ممكن تعيدنا جناح مبدة كم نفر بي جاي بهناك كم نفر في بتا الحاج يوسف كم نفر ممكن تحسبنا الصوفيتو كم مش 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 بتكلموا بخشومون ديل ايه تتكلموا برضو لكن لا شكوى وهذه الشكوى تفيد ودي النقطة الثانية أنا عندي تفيد ضعف الصوفية في الحجة ضعيفين ليه ضعيفين لأنه مسكين الباطل انت دار تعارض الغران يا اخ انت دار تعارض لك 114 صورة كلها تدل على افراب الله تعالى بالوحدانية في العبادة انت دار تعارض كلها يا اخ تكون عندك حجة كيف انت بتزعم حب النبي وبتخالف الاحاديث الورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في اصل العقيدة اولا يا اخي حديث واحد ولا متعب حديث ابن عباس رضي الله عنه في سنن الامام الترمذي اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاسعم بالله الحديث يا صوفي الان موقف منه شكرا لابد تكون انت ضعيف يا صوفي لابد تكون ضعيف لانك انت بتخالف بتخالف صريح القرآن قرآن صريح ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين الاية في سورة يونس ربنا قال فلا تدعو مع الله الها اخر فتكون من المعذبين الاية في سورة الشعراء ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فان ما حسابه عند ربه انه لا يفرح الكافرون الاية في سورة المؤمنون ربنا سبحانه وتعالى قال قل انا ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران الاية في سورة الانعم ربنا سبحانه وتعالى يقول ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين الآية في سورة العراف زول بيخالف العراف الانعام المائدة اه سورة الزمر الآيات كل القرآن زول يخالفه وده اللي يكون عنده حجة بعد ده ما لابد تشكي للحكومة ما عندك حلل الا تشكي والشكية ما بتحلك الحمد لله قرر الحكومة برضو نصرنا حتى من شوان يا صوفي انت بعد ده واحد منهم مطلع له بيان طويل انا قلعته السماع عارف حقه ولا ما حقه المهم اسمه من كده خليك بس لما نزبط عندي انو البيان ده حقه فهمت مطلع بيان طويل قال حكومة الانغاز والظلم والظلم ظلم الصوفية وظلم الاشعرة ظلمك في شنو يا اخ كتلوك ضربوك اكلو حقك ظلمك في شنو قال ظلمونا كونو فتحوا للوحابية كونو فتحوا للوحابية ظلموك نحن ما سودانين زيك يا خليك من اي حي ده نحن سودانين وتسوداني انا جاي من بلديك يا صوفي انت ظلمك في شنو في ظلمسا خشما قال لك ما تتكلم انت مش صوفي وبتدعو للتصوف وبتدين بعقيدة التصوف وعندك منابر مفتوحة لك والساحات مفتوحة لك زي ما مفتوحة لنا اهى انت تعال قدم حجتك واقنح الشعب السوداني بان التصوف ده على حق قدم حجتك ربنا قال قل هل عندكم من علم فتخرجونه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون لانه انت داير ها تجي انت تتبجح في الساحة يا صوفي وتقول للناس الاولياء بيعلموا الغيب وبيدوا الجنة وبيرزقوا وبخلقوا الاجنة في بطون الارحم تقول لهم الكلام دا كله وتتبرطع وتميد كراعك للناس وتميد ايدك ويبوسوك وسفوا تراب القبر ويمشوا معاك البنية دار الناس يعملوا دا كله ها معاك وما في زول يقول ليك دا غلط وما في زول يقول لك دا حرام لانه الله قال كده والنبي قال كده الحديث والآية داير ما في زول يقول الكلام دا تبرطع انت براك في السودان لكن اعلم ان السودان دا ما حق اكبرك زي ما انت سوداني وعايش في السودان وتتمتأ بحرية في دعوتك انت الباطلة نحن كذلك سودانيون وندعو الى الله ونتمتع بحرية الدعوة ونقضى الباطل اللي انت بتعمل فيه والسادات المعاك من الصوفية كله بفضل الله سبحانه وتعالى وصوتنا صوت الحق وان كان قليل المنابر لكنه قوي من حيث الحجة الدامغة المبتلة للشرك والباطل صوتنا جودة البحرية كنتا بفضل الله سبحانه وتعالى تمت مناظرات وان كانت المناظرات على مضت ولمنا في الجماعة دا اللي قبضناهم كده ما توعدنا ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليغضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بيينة ويحيى من حي عن بيينة ما توعدنا ولا كده لكن ربنا سبحانه وتعالى جمعنا بخصومنا من الصوفية وبفضل الله سبحانه وتعالى ربنا اصحر الحد ربنا اصحر الحد في المناظرات امشى اسمع المناظرة مع حميدة امشى اسمع المناظرة مع حامد بابكر دا زعيم المدرسة البتفرفر جديد وعامل عندها شبهات واباطل وحجج وحجج شان يثبتوا بيها الباطل بتاعهم الحمد الله يتكسر تماما والسلالة دي في هذا الوقت الان في واحد اخواننا ريقبوا مشوليه في منطقة نوري في الشمالية هناك دا متبجح قالنا بناظر وايزوا المستعدة ليه واخليه يجيبون ليه قال ليه يجوك بتاني اختاره بروه بروه اختار قال يوم الجمعة يوم الجمعة كويسة الجمعة يتا قال الجاية دا الكلام الجمعة الفاتح قال الجمعة الجاية فينا اخواننا بقول يوم الجمعة دي مشوليه اول ما اوصل هناك لقوم اشي عطبرة تامج عطبرة بلمو فيك جماعة بهناك ما بحل لك باطل في النهاية عشان كده لما نيجي صوفي يقدم طلب للدولة طلب للحكومة بوقف الحلقات العلمية انا عندي دي اول رسالة بفهم منها انه رسالة التوحيد بلغت مداها في البلدين وصلت رسالة وصلت تمام ودخلت عليك انت يا صوفي في بيتك انت يا صوفي في بيتك لحد ما جيت تشكي وبعد ما رفضت الحكومة الطلب بتاعك وبقت الدعوة الان بقرار الحكومة شغالة والدعوة مفتوحة انت يطلعت بالورة وطلعت خارجي زي ايكو زي بقية الخوارج البيلعنوا والسيء للحكومة ونحن بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا وفغنا في كل ايام الامتحانات في ساعة الضيق وفي ساعة الساعة انه نحن مسكنا لساننا وانضبطنا بشرع النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يكلمه علانيا ما يتكلم معه علانيا قال وليأخذ بيده وليأخذ به فإن قبل فذاك وإلا كان أدى الذي عليه أين نعم؟ أين نعم؟ أين نعم؟ السلامة السيحة أين الاسبيكر هو؟ قال تعالى السلام عليكم نعم اتفضل الشيخ الناد يسمعه فيك أخوانا لا يسمعه فيك الحمد لله وقود جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان الزوخ الحمد للهجينة مدينة نوري لمناظرة عوض حسن خوج بغيش الفريق الختمية كلها من مدينة نوري بشغالية فهو انحدد المناظرة ليلة الجمعة وقال صلاة الجمعة من مدينة نوري وقال موضوع المناظرة يكون في دعاء وقال موضوع المناظرة فوقصلنا الآن بمدينة نوري وقال صفة رجل الله حراب وترك مدينة نوري وقال مجال وقال مجال حراب مجال حراب جزاكم الله خير الشيخ ربنا نوفيكم نوفينا في نوري كل المساجد استغلنا فيها والآن لا نستغل في التعامل في المدينة الكبيرة وكانت مناظرة مع التبليغين وردوا صاحب جدا الآن في المدينة الكبيرة والرجل حرف الطريقة الحتمية بالمدينة نوري جزاكم الله خير ربنا يوفيكم إن شاء الله فالحمد لله أخوانا ادعوا ماشى تمام ماشى تمام بفضل الله سبحانه وتعالى وشكاوى الصوفية باءت بالخيبة والفشل ونحن من وصل الرسالة من هذا المنبر للصوفية نقول لهم ماذا منتو الطلب بإيقافنا أجهد أجهد تماماً ونحن بقينا شغالين يا ناس تعالوا أجلسوا معنا على طاولة الحوار والنقاش الحجة بالحجة قال تبارك وتعالى تعالوا إلى كلمة سوائن بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله بل إحنا دارنا منكم ماذا نكتر من كده تعالوا يا صوفية نحن نقود نجوب القرآن فيه شنو السنة فيه شنو هل نعبد الشيوخ ولا نعبد الله هل ندعو الشيوخ ولا ندعو الله براه لوحده الواحد لاحد الفرض السمد نرجع للقرآن نرجع للسنة النبي عليه الصلاة والسلام لكن الهرج والمرج والفوضى والضوضاء وإذاعة إذاعة الإشاعات ما بتحل لك لما تجي الليلة تنمشي تطلع إشاعات عن حلقاتنا قالوا نطالب بوقف الحلقات لأنها سب ونبز وإساءات أنا أقول لك إنت ذاتك معترف بين الكلام ده غلط ما سب ولا نبز ولا إساءات ليه؟ لأنه إنت لو كانت هذه الحلقات عبارة عن سب وإساءات ونبز إنت ما كان بتتضايق منها بل إنت كان بتنشرها عشان تشوه صورتنا نحن لأنه لو كانت نبز وإساءة ما فيدل حي يقبل مننا ما فيدل حي يقبل بيك ما فيدل حي يقتنع بي دعوتنا لكن لما كانت هذه الحلقات تحمل العلم والحجة الدامغة وفضحة الصوفية من كتبهم الكلام الشين اللي تقال في الحلقات هم كلامنا نحن ما كلامنا نحن ولأن إحنا جبنا عقيدة منحرفة ولا كلام فاسد ده كلامك إنت يا صوفي اللي كتبت في الكتب براك كتبت بيدك بيدك كتبت ونشرته وبقد بتوزعه في الأسواق وفي المكتبات كلامك إنت اللي نشرته هو السبب اللي جاب لك إنت الحيرة هم؟ وخلاك إنت ما قادر تدافع عقلتك المنشورة الآن في كتبك عشان كده اللي بيقولوا إنه حلقاتنا نساءات ولا نبز ده إخفاء للحقيقة وبفضل الله سبحانه وتعالى الآن شوف موقف الناس والشعب السوداني من الحلقات الناس متقبلة بصورة طيبة وبتشكر الإخوة الشغالين في هذا الحغل حغل الدعوة وما من يوم من الأيام يمر إلا ويتصل العديد من الناس أو بعض الناس يثنوا على الحلقات خير ويقولوا جزاكم الله خير نحن فيمن الحاصل من خلال هذه الحلقات شاكده أقول لهم رسالتي الطلب بتاعكم لوقف الحلقات يدل على الفشل الذريع فشل الذريع اللي وصلت له انتوا وبانت لكم الحقيقة وأخيرا أدعو جميع الصوفية واللي بدافوا عنهم إنه يجلسوا على طاورة النقاش والحوار بالحجة من الكتاب والسنة من خلال الكتب والمؤلفات بتاعتهم ونحن جاهزين بفضل الله سبحانه وتعالى هذا وصل لهم وسلم على ربينا محمد وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله شداك يا قحطان